تجاوزت الميليشيا الحوثية الخطوط الحمراء بجرائم وانتهاكات طالت البشر والحجر لعل آخر تلك الانتهاكات والجرائم إقدام قيادات فيها بتمكن تجار من هدم عدد من المباني في مدينة صنعاء التاريخية وإقامة مباني كبيرة مكانها باستخدام الخرسانة المسلحة والحجار مقابل أموال كبيرة تدفع لها وبشكل مخالف تماما للطراز المعماري شكلا ومضمونا في عبث غير مسبوق للطابع المعماري التي تتميز به عن غيرها تلك القيادات تتعمد تجاهل القانون الذي يجرم مثل هذه الأفعال وتحذيرات منظمة الأمم المتحدة للعلوم والثقافة من هذه التجاوزات والتي قد تخرج مدينة صنعاء القديمة من قائمة التراث العالمية وتتعمد ميليشي الحوثي ومنذ اجتياح العاصمة صنعاء تلطيخ شوارع المدينة ومنازلها وأسوارها بشعاراتها الطائفية وتشويه معالمها وعلى منابر وأبواب الجامعة الكبير والأزقة القديمة وتعريضها للخطر بسبب الحرب والانتهاكات تجاه التراث العمرانية صنعاء القديمة المدينة التاريخية مدينة سام بن نوح تأسرك بجمالها وبمعمارها العريق الذي يعكس حضارة تمييز أهل اليمن القدماء في البناء والمعمار الذي بني قبل أكثر من 2500 سنة كلوحة فنية ومتحف فريد يحتوي على مجموعة من الزخارف ذات الأشكال الجميلة المطرزة على كافة البيوت في المدينة والمساجد والأسواق والمباني الإدارية جعلت منها الفاتنة التي تغنى بها الشعارة وعبر مختلف العصور قديما وحديثا وكانت منظمة التراث العالمي اليونسكو أدرجت مدينة صنعاء القديمة عام 1986 على قائمة للتراث العالمي لما تحتوي من معالم آثرية متنوعة بين فن الأمارة والتراث الإسلامي والأسواق القديمة والتي تصنف كأقدم مدينة مأهولة بالسكان وصنفتها ضمن أهم 25 معلما سياحيا في العالم وفي عام 2015 أصدرت تقريرا بضرورة المحافظة على الأراضي الأثرية والمعالم الحضارية في المدينة وتوفير كافة الوسائل التي تساهم في حمايتها من التعرض للتدمير أو التخريب مما يؤدي إلى التأثير بشكل سلبي على الحضارة التاريخية الموجودة في أرضها